طلابنا مدهس السابع للصف السابع لا أعطيكم ألف عافية أصعد الله وقاتكم نلتقي مع بعض في درس جديد إن شاء الله بعنوان الوسيط والمنوال تحدثنا سابقا بأن الوسيط والمنوال هما أحد مقاييس النزعة المركزية اللي بتضم أيضا اللي ناقشناه في الدرس الأول وهو المتوسط الحسابي خلينا نتعرف اليوم مع بعض في هذا الدرس على الوسيط وعلى المنوال بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ بداية مع الوسيط نبدأ مع الوسيط إن شاء الله الوسيط بحكي لك الوسيط لمجموعة من الأعداد مرتبة ترتيبا تصاعديا أو تنازليا يعني أنا علشان أوجد الوسيط أول خطوة مطلوبة مني يا أستاذ هي إني أرتب الأعداد ترتيب تصاعدي أو تنازلي طيب أستاذ بنا أنا على إيش ب�를 أرتب ترتيب تصاعدي أو تنازلي أستاذ اللي بدك إياه اللي بدك إياه أنت شو حاب ترتب؟ تصاعدي؟ رتب تصاعدي أنت حاب ترتب تنازلي؟ رتب تنازلي أستاذ طب ما بفرق؟ لا ما بفرق ليش؟ طب أستاذ ما هو التصاعدي من الصغير للكبير والتنازلي من الكبير لالصغير؟ ماشي ما بفرق طب ليه؟ ليه ما بفرق؟ لأنه أنا بحكي عن الوسيط العدد في النص أنا بديت من الكبير أو بديت من الصغير ومشيت العدد في النص سيظل تابت ما كانه في النص ما راح يتغير صح reacted انا لو بدأت لتصاعدي من الصغير للكبير العدد في النص هو نص عدد nellص لو بدأت من الكبير لالصغير بدأت تنازلي صح العدد في النص سيظل تابت لو جيد قرنتم مع بعض سيظل هو نفس العدد من نص هون نفس العدد من نص هون اختلفش ما بفرج لا ما بفرق هاي أول نقطة حكينا عنها اللي هو الوسيط إنه لازم إحنا عشان نوجد الوسيط لازم رتب ترتيب تصاعدي أو تنازلي أيضا الوسيط أستاذ يعتمد على عدد القيم يعتمد على عدد القيم كيف أستاذ أستاذ إذا كان عدد القيم فردي إلها طريقة حساب وإذا كان عدد القيم زوجي إلها طريقة حساب خلينا نشوف مع بعض كيف إذا كان عدد القيم فردي بحكي لك هو العدد الأوسط سهلة مباشرة إذا كان عدد القيم فردي هو العدد الأوسط يلا مع بعض إذا كان عدد القيم فردي هو العدد الأوسط إذا كان عدد القيم فردي هو العدد الأوسط تمام طب إذا كان عدد القيم زوجي إذا كان عدد القيم زوجي يا أستاذ شو بيكون بيكون هو المتوسط الحسابي للعددين الأوسطين إذا كان عدد القيم زوجي يعني بيكون فيه في النص فيه عددين آه أستاذ بيكون فيه عددين مش عدد آه فهمت عليك لما يكون نص فيه عددين أنا بدي أخذ المتوسط الحسابي لألهم يعني بدي أشوف شو العددين ممكن يكونوا بالنص والله مثلا خمسة وستة أستاذ خمسة وستة بجمعهم مع بعض 11 تقسيم 2 خمسة ونص إذن الوسيط بهذه الحالة مثلا قديش خمسة ونص طيب تفقين إنه إذا كان عندي أعداد أو عدد القيام زوجي بنواخذ متوسط الحسابي للعددين طيب سهل على حال ما نشوفك بحكي لك إذا كان عدد القيام فرديا فإن الوسيط بعد ترتيب القيام لازم أول خطوة شو أساوي أرتب القيام يعني أهم خطوة في العمل أو أهم خطوة في الحل هي شو يا أستاذ أرتب القيام يا أستاذ شو هي أرتب القيام فإن الوسيط بعد ترتيب القيام تصاعديا أو تنازليا ما حكينا ما في خلاف هو العدد الذي ترتيبه بعد القيام بزيد واحد بقسم على اثنين بعد القيام بزيد واحد بقسم على اثنين خلينا نشوف من مثال أو من تدريب واحد كيف هذا الحكي بحكي لك تدريب واحد صفحة مية ستة ثلاثين جد الوسيط للقيام العاتية التدريب طبعا بفرعين مرة فردي ومرة زوجة إحنا من نتناول كل واحد من نشرحه من نتناول للحال معطيني قيام ثمانية وعشرين أربعة وخمسين ثنين وثمانين خمس وستين خمس واربعين ثلاثة وثلاثين ست وستين خمس واربعين ثمانية وثلاثين خمس وخمسين واثنين واربعين طيب أول إشي مننا نرتب هاي تقيم بغض النظر كانت فردي كانت زوجة شو مطلوب منه أول إشي نعمله نرتب القيم يلا نرتب القيم يجي نرتبنا أول قيم اللي هي أصغر قيمة ثمانية وعشرين بعدين ثلاثة ثلاثين بعدين ثمانية وثلاثين بعدين ثنين واربعين خمس واربعين خمس واربعين أربعة وخمسين خمس وخمسين خمس وستين ست وستين واثنين وثمانين يلا نعد القيم نعد القيم واحد ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة 11 أرقيمي 11 عدد فردي أو زوجي 11 هو عدد فردي إذن 11 زائد 1 على 2 12 12 على 2 6 إذن الوسيط 6 هذا إيش اسمه رتبة الوسيط هذا شو اسمه يا أستاذ رتبة الوسيط يعني بعد الترتيب العدد العدد اللي ترتيبه 6 بعد ما الرتب العدد اللي رقمه 6 هو الوسيط يعني بسكي قلمه عدي يلا 1 2 3 4 5 6 إذن هاي الـ 45 هي الوسيط يا أستاذ آه لأنه هاي قبلها في 5 1 2 3 4 5 بعدها في 5 1 2 3 4 5 هي جاية بالنص آه هيك بس الوسيط للعدد الفردي آه هيك الوسيط للعدد الفردي برتب قيمي أول خطوة برتب القيم بعدين بشوف عدد القيم إذا فردي أو زوجي زي ما إحنا أخذنا بالحال الفردية زدنا لها 1 وقسمناها 2 طلعت ما يرتبط الوسيط اللي هي 6 بروح بشوف شو العدد رقم 6 1 2 3 4 5 6 وطلع 75 إذن الوسيط 45 طيب هيك تمام هيك تمام طيب الآن نحكي مع بعض إذا كان عدد القيم زوجي إذا كان عدد القيم يا أستاذ شو زوجي فإن الوسيط بعد ترتيب القيم تصاعديا أو تنازليا حي كان ما في خلاف هو المتوسط الحسابي للعددين اللذين ترتيبهما عدد القيم مع اثنين أو عدد القيم مع اثنين زائد واحد كيف يعني دي عدد القيم وقسمهم مع اثنين هاي أول عدد هاي العدد الأول العدد الثاني هو دي عدد القيم وقسمهم مع اثنين وزيد للي جنبه يعني اللي جنبه بس من زيادة اللي جنبه ايش بالزيادة مش اللي جنبه الأقل منه الأكبر منه فهمت عليك اللي جنبه زائد واحد إذا كان هون نرجع نعيدها إذا كان عند القيم زوجيا فإن الوسيط بعد ترتيب القيم تصاعد أو تنازل هو المتوسط للحساب العددين اللي لدينا ترتيبهما يعني إذا هذا كان ترتيبه السادس هذا قد يكون ترتيبه السابع إذا كان ترتيبه الخامس هذا ترتيبه قديش السادس فهمت نرجع أحكي لك إذا هذا مثلا كان ترتيبه الثالث هذا ترتيبه قديش الرابع وهلوم مجرده طيب نيجي للفرع الثاني من تدريب تدريب واحد اللي ناقشنا الفرع وألف منه سابقا طيب تدريب اثنين بحكي لك عندي القيم مية ثنين وعشرين مية أربع عشرين ثمانية وتسعين مية ثلاثة مية خمس وعشرين مية ثمانتاش مية أربع عشرين مية ثلاثين مية ثمانية وعشرين مية تسعة وعشرين يلا مع بعض أول خطوة شو حكينا هاي من المسلمات شو هي بدي أرتب شو هو بدي أرتب ترتيب القيم تصاعد تناجلي مش خلاف تصاعدي أو تناجلي مش خلاف يلا نرتب القيم ثمانية وتسعين مية ثلاثة مية ثمانتاش مية واثنين وعشرين مية أربع وعشرين مية أربع وعشرين أستاذ طب ما هو نفسها طب عادي يا أستاذ مو مشكلة هاي قيمة هاي قيمة طيب مية وخمسة وعشرين مية وثمانية وعشرين مية واثنين ثلاثين رتبنا القيم عد القيم واحد اثنين ثلاث أربع خمسة ستة ستة مانية تسعة عشرة كم قيمة عندي عشر قيم كم قيمة عندي عشر قيم طيب إذن العشر قيم هذول إذن العشر قيم هذول بدي أوجد رتبهم أو رتبة الوسيط بناتهم بما أنه زوجي معناته في عندي قيمتان في عندي كم قيمة في عندي قيمتان أستاذ شوف هم هذول القيمتان اللي هم عشر عثنين و عشر عثنين زائد واحد عشر عثنين خمسة عشر عثنين زائد واحد خمس زائد واحد ستة إذن القيمة اللي ترتيبها خمسة والقيمة اللي ترتيبها ستة يلا نعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة حط تحت خط يلا ستة واحد اللي جنبها ستة إذن هاي القيمة اللي رتبتها خمسة و هاي القيمة اللي رتبتها ستة هاي القيمة اللي رتبتها خمسة و هاي القيمة اللي رتبتها ستة طيب انا ايش بدي عشان احسب الوسيط اه بدي متوسط الحسابي لهذه القيمتين فبروح بعمله متوسط حسابي سين او متوسط الحسابي يساوي مجموع القيمتين على عددهمهم بقيمتين مجموع القيمتين 124 زي 124 على اثنين بطلع متوسط الحسابين هو 124 هو نفسه اذا شو الوسيط في هاي الحالة مية واربعة وعشرين شو الوسيط في هاي الحالة شو الوسيط في هاي الحالة هون مية واربعة وعشرين استاذ بس هيك الوسيط اه بس هيك الوسيط نيجي على الجزء الثاني من درسنا بعنوان المنوال المنوال استاذ اشي كثير سهل بسيط وسريع بالحساب المنوال بمختصر هي القيمة الاكثر تكرارا في مجموعة البيانات القيمة شو ما لها الاكثر تكرارا شو القيمة الاكثر تكرارا الاكثر تكرارا في مجموعة البيانات يعني أنت لو دخلت على الامتحانات جبت 3 امتحانات 19 من 20 وجبت امتحان 17 من 20 وامتحانين 20 من 20 شو أكثر علامة تكررت معك في الخمس امتحانات هذول أو ست امتحانات هذول أستاذ أكثر علامة جبتها لي 19 إذن شو المنوال 19 طب ليش لأنها أكثر واحدة تكررت طب أستاذ لو تكرروا ثنتين لو تكرروا ثنتين لا لازم تكون في واحدة تكرر أكثر من الثانية طيب خلينا نشوف مثال 2 صفحة 137 من كتابنا تحكي لنا إذا كانت علامات عشر طلاب في أحد الامتحانات على النحو الآتي 12 15 8 9 13 12 15 18 15 14 مطلوب جد المنوال لاحظوا إحنا بنحكي في العلامات كم مرة تكررت الخمسة عشر معنا مرة مرتين ثلاث مرات في إيش يتكرر قدها؟ أستاذ الـ 12 تكررت هاي هون مرتين مرتين بس هاي تكررت ثلاثة إذن مين المنوال؟ المنوال في هاي الحالة هو الخمسة عشر أو العلامة الخمسة عشر بس هيك ببساطة وبسهولة تامة بس هيك طيب عشان أكد الفكرة عشان أكد الفكرة مع بعض سابع تدريب أربعة صفحة 137 جد المنوال للقيم الآتية جد المنوال للقيم الآتية 85 92 79 68 99 115 79 79 68 91 68 79 88 79 79 أستاذ حكينا الـ 68 كثير طلع هاي مرة هاي مرتين هاي ثلاث آه يا أستاذ بيجيني واحد شاطر شو بحكي لا يا أستاذ ما احنا حكينا 79 لسه أكثر منها كيف هاي مرة هاي مرتين هاي ثلاث هاي أربعة هاي خمسة طلع قدش مرة تكررت 79 معاك أستاذ تكررت معاك خمس مرات في القيم إذا شو المنوال لهاي القيم المنوال هو 79 هيك احنا خلص معنا درس الثاني من دروس وحدة الإحصاء بعنوال الوسيط والمنوال بتمنى أنكم تكونوا فهمتوا واستفدتم من الدرس كثير منيح الله يعطيكم ألف عافية